السلام عليكم ورحمة الله نعطيكم العافية يا تاسع اليوم إن شاء الله يا تاسع رح نكمل حال الأسئلة الحسابية صفحة 29 السؤال الثالث من كنسة كهربائية كفائتها 80% مقدار الطاقة الداخلة 400 جول فما مقدار الطاقة الخارجة هنا يا تاسع معطيك الكفاءة ومعطيك الطاقة الداخلة وبدنا الطاقة الخارجة رح أكتب المعطيات كفائة الآلة تساوي 80% والطاقة الداخلة تساوي 400 جول المطلوب الطاقة الخارجة هلأ مباشرة على القانون كفائة الآلة تساوي الطاقة الخارجة على الطاقة الداخلة ضرب 100% الكفاءة داش معطينا هي تاسع 80% تساوي الطاقة الخارجة المجهولة على الطاقة الداخلة 400 ضرب 100% هلأ تاسع نقسم حتى أخلي المجهول عندي بطرف بقسم على 100% المية رح تروح مع المية والسفر تروح مع السفر 8 من 10 تساوي الطاقة الخارجة على 400 هلأ الطاقة الخارجة تساوي 8 من 10 ضرب 400 ويساوي 320 جول ويساوي 320 جول إذن يا تاسع معطيك الكفاءة 80% ومعطينا الطاقة الداخلة 400 والطاقة الخارجة هي المطلوبة هلأ كفاءة الآلة تساوي الطاقة الخارجة على الطاقة الداخلة ضرب 100% الكفاءة موجودة عندي 80% بنزلها الطاقة الخارجة اللي هي المجهولة الطاقة الداخلة معطيك فيها 400 ضرب 100% بقسم على 100% بقسم على 100% حتى أخلي المجهول بطرف يا تاسع بيطلع عندي هون 8 من 10 يساوي الطاقة الخارجة على 400 وبضرب ضرب تبادلي يجلس ولدان على لوح خشبي مثبت من منتصفه ركز معا يا تاسع الصورة موجودة عندك بالإكتاب رح أعمل لكي على شكل توضيحي هاي ولد الأول وهاي الولد الثاني تمام إذا كان وزن الولد الأول معطيك يا تاسع 500 إذا بدي أكتب هنا الوزن يساوي 500 تمام ويجلس على بعد 2 و 4 يعني بجلس على بعد 2 و 4 من نقطة الارتكاس البعد هاي يا تاسع فأين يجلس الولد الثاني كي يتدلل له علما بأن وزنه يساوي 600 نيوتن تمام مرة يا تاسع إيش معطيني بالسؤال معطيك وزن الأول 500 نيوتن على بعد 2 و 4 والتاني يساوي 600 نيوتن وبيدي المجهول اللي هو كي بدي أطلع المسافة طبعا يا تاسع إحنا إيش أخدنا إنه الفائدة الآلية إيش تساوي لام قاف على لام ميم شي يعني لام ميم اللي هي المسافة بين الوزن ونقطة الارتكاز لام قاف واللي نسمي التانية اللي بدأ تكون عندي لام ميم هلا تاسع بش إحنا أخدنا إنه الفائدة الآلية تساوي لام قاف على لام ميم للرافعة تمام بس أنا يا تاسع ما عندي فائدة آلية ما عندي فائدة آلية بس أنا بعرف يا تاسع إنه الفائدة الآلية إيش قانونها ميم على قاف إذن لإيجاد الفائدة الآلية اللي هي تساوي ميم على قاف ويساوي قديش المقاومة عندي هلا يا تاسع بدي أسمي هاي بدي أحط لكم هون المسميات أو المعطيات رح أكتب لكم يا هون يا تاسع رح أسمي الأول مثلا قوة تمام يا تاسع رح أسمي القوة الأولى تساوي خمسمية رح أسمي المقاومة تساوي ستمية رح أسمي هاي قوة رح أسمي هاي مقاومة بما إنها هاي قوة إذن أش بدي أسمي هاد ذراع القوة وهون ذراع المقاومة هون بدي أسميها يتاسع مقاومة وهون رح أسميها قوة لم قاف 2 و 4 ولام ميم اللي هي مين المجهولة هلا بدي أطلع ميم على قاف قداش طلعت عندي ميم 600 على قداش قاف عندي 500 تمام إذن أول إشي لإيجاد الفائدة الآلية أشي بدي أعمال يتاسع بدي أطلع المقاومة على القوة الفائدة الآلية سميتها ميم على قاف سفرين بيروحوا مع سفرين كمان مرية تاسع شو اللي عملته أنا بطلع واحد واثنين ثواني تاسع أول إشي بقولك يجلس ولدان على لوح خشبي ثبته من منتصف وزن الولد الأول بدي أسميه القوة يجلس على بعض 2 و 4 اللي هو ذراع القوة أين يجلس الولد الثاني بدي لام ميم كي يتزن علما أن وزنه هو 600 بدي أسميه الثاني مقاومة يا تاسع أول شي بطلع الفائدة الآلية حتى لأنه هذا يتاسع القانون رح أستخدمه طب أنا ما عندي فائدة آلية بطلعها عن طريق ميم على قاف هيني طلعتها هلا بعوض نعوض بالقانون إنه الفائدة الآلية تساوي لام قاف على لام ميم قدش الفائدة الآلية طلعت 1 و 2 لام قاف 2 و 4 على ميم بطلع عندي 1 و 2 ميم تساوي 2 و 4 على 1 و 2 على 1 و 2 بطلع يا تاسع المقاومة تساوي 2 لام ميم أصدي تساوي 2 نيوتن تمام يا تاسع كمان مرة عوضنا هون الفائدة الآلية 1 و 2 لام قاف موجودة 2 و 4 لام ميم المجهولة بنضرب ضرب تبادلي أول إشي بعدها بنقسم على 1 و 2 على 1 و 2 حتى نطلع عندي قيمة لام ميم فكرة السؤال إنك هستخدم القانونين يا تاسع طيب أراد الشخص وضع صندوق 23 كيلوغرام في شاحنة ففضل استخدام مستوى مائل أكيد بدلا من رفعه رأسيا فدفع الصندوق بقوة 125 نيوتن بيّن أن الشغل المبدول باستخدام المستوى المائل أكبر يعني أنجزنا شغل كتير منيح أكبر من الشغل المبدول عنده رفع الجسم شو بنعمل هون يا تاسع هون بنزل المعطيات حتى أطلع قيمة الشغل شو بكتو ركزوا معايا يا تاسع الشغل المبدول باستخدام المستوى المائل شو قامل الشغل شين تساوي قاف ضرب دلتسين أو لا ويساوي قدش القوة إحنا حكينا 125 طيب ميس قديش المسافة اللي استخدمها لمكان السطح المائل هاي يا تاسع أرجع للكتاب وشوفوا الصورة هاي هاي تاسع قديش المسافة 2 متر باستخدم مستوى مستوى مائل قديش كان عندي لهو 2 متر تمام هلا بدهم أشوف الشغل المائل لما استخدمه بشكل رأسي باستخدام مستوى رأسي رأسي نفس القانون يا تاسع الشغل يساوي قاف ضرب دلتسين ويساوي 125 قديش هاي المرة يا تاسع الدلتسين لما استخدم بشكل رأسي هاي قديش كان عندي اللي هو واحد إذا باستخدم الارتفاعات اللي هو واحد ويساوي 125 جول وين الشغل اللي أنجزنا أحسن وأفضل الشغل اللي اشتغلنا لما كان مستوى المائل خلصنا بطريقة أكتر لماذا يتطلب دفع الصندوق على المستوى المائل شغلا كبيرا يعني ليش بنجز شغل كتير منيح لأنه يؤثر بقوة أقل من المقاومة لماذا فضل الشخص استخدام المستوى المائل مع أن ذلك يحتم عليه بدل شغل أكبر أنا بهمني أنا بدي شغل أكتر أصلا أنجز وأخلصه أسرة نفس الجواب بدي يكون فوقية تاسع برضو نفس الشي لأن المستوى المائل يقلل القوة فننجز الشغل بطريقة أسرع كله نفس الجواب رح يكون يا تاسع طيب هلأ في عندك سؤال أي من الآلات كثير حلو السؤال أي من الآلات رافعة وأي من الآلات سطح مائل وأي من الآلات بكرة إحنا حكنا يا تاسع أي آل عندي بالبيت أنا بستخدمها حتى تنجز الشغل وتقلل القوة بدي أسميها رافعة المكنس اليدوية رافعة بتحتوي على نقطة ارتكاز القوة ومقاومة غطاء زجاجة برضو رافعة يا تاسع هذا مهم السؤال سارية العلم يا تاسع بكرة أخذناها السلم سطح مائل السكين أخذناها عجاتين أو نصاحية بسميها سطح مائل ممكن أسميها برضو رافعة ومقص الأضافر رح يكون عندي يتاسع رافعة نكتب يتاسع الأسئلة هدولة على الدفتر ويعطيكم ألف عافية